المحاضرة الفايتة وقفت بالنيرف الانيرفشن لليوتيراس نيرف سب لائب هذا العظم الرسمته هنا هو الفيرتبلر كولوم يعني العامود الفقرية إذا نشوفها من الجانب إضافة لهذا العظم هو الساكروم اللي برح شرحته نشوفها أيضا من الجانب هذا الفراغ هو القناة اللي يمر بها الاسباينال كورد واضح؟ وهذا طبعا الاسباين معنات البرتبرا من الطرف هنانا شرح يمر الاسباينال كورد هنانا راح أرسم اليوتيراس يوتيراس الرحم وهنانا طبعا البيجاينة البرتبرا من القناة هذا اليوتيراس وهذا البيجاينة وهذا البيجاينة البرتبرا من القناة من يعرف بياليفول ينتهي الاسباينال كورد؟ بال بين ال one و ال two هذا الحد ينتهي بيه وهذه المنطقة تقريبا ينتهي ينتهي يعني ما عبالكم الاسباينال كورد يمتد حتى الاساكروم لا الحبل الشوكي يصل طبعا أنتم تعرفون أنه يوجد فرق بين النمو الحبل الشوكي الخلايا العصبية تتخصص فترة الطفولة وبعد ما تنمو ف البرتبرال كولوم راح يكمل نموه العظام راح تكمل نموه لكن سباينال كورد راح يبقى بطول معين فبالتالي راح يصير فرق بالمستوى فنهاية البرتبرال كورد مونفس نهاية البرتبرال كولوم فهمين الفكرة؟ ينتهي وين بمستوى L2؟ L1 هذا المستوى يعني مو 100% يعني يكون مكان إلا لكن بهالمستوى ينتهي هذا شي سموه من يعرف اسمه؟ كوينة صح كوينة 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 معناها ذيل الفرس ذيل الفرس ليش؟ هسا فهمكم ليش ذيل الفرس هذه راح تنطي هذي النيرفس راح تخرج من السبانال كورد وراح تروح فرح تشبه ذيل الحصان من ذلك سموها كودا اكواينة زيان الانرفيشن لليوتيروس و للبيرث كانان منو يعرفوا يا نيرفات تسوي الانرفيشن؟ حت عندنا فكرة؟ من ياهو من ياهو أنا ساين داعت لك على الليفرات من ياهو من وين تطلع الانرفيشن إلها؟ هو طبعا أنت كل اللور شي سموها راح جايم للكودا كواينة هذا شي واضح بس ياهو ما حال يعرف الفكرة؟ با اختصر للكم ياهو من مستوى L3 L4 L5 L شنو معناها ترى؟ المعنى L لمبر في انتبرا L3 L4 L5 يكونونا مجموعة عصبية يسموها الهايبو غاستريك بلاكسيز هنونا هايبو غاستريك بلاكسيز بلاكسيز معناها مجموعة عصاب منتبة فاش راح تسوينا ياهو نيرف؟ هذا يسموهايبو غاستريك نيرف هايبو غاستريك نيرف هذا الهايبو غاستريك نيرف راح يغذي الرحم واضح؟ ومنطقة قليلة من بداية السيرفيكس والبيرث زي اللي عد شنو يغذي الباقي؟ هذا هايبو غاستريك نيرف راح نجي هسه مستوى نريد الباقي حتى ايضا شنو تغذيته لانهسه مهم راح نشرع بالانستيزيا راح نسويه من S2 S3 طبعا هنا قصدي من Spinal Cord يجي على مستوى S2 S3 فاهمي؟ يعني مو قصدي من S2 S3 من العظام و S2 S3 S4 هذا يسوينا نيرف اسمه Pedendal Nerve Pedendal Nerve هذا يغطي منطقة البرينيو ويغطي ايضا الجزء من الانوس ويغذي جزء من هذه المنطقة السفلة والبيرث كانال ايضا هذه المنطقة الفيجاينة وهذه المنطقة القريبة Pedendal Nerve منطقة المنطقة السفلة من الحوض ويضا الفيجاينة ايضا يغذي الأخير من كولون ويالعينص Pedendal Nerve فهنا احنا في حالة هذا شنو المهم مالته في حالة الولادة نحتاج نسوي أنستيزيا تخدير موضعي للولادة ممكن تخدير عام ممكن تخدير موضعي لكن احنا نفضل التخدير الموضعي فهسا طبعا لازم تعرفون الولادة راح تكون على ستيجين ستيج وان و ستيج تو فهسا بستيج وان ياهو نقدر نثبتها وين نسوي البلوك يعني ياهو نيرف يعني على ماذا نيرف هايبو 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 هاي العملية وين يسوي وين ندخل النيدول لحظة 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 لحنا قلنا ينتهي طبعا هاي الأعصاب الطالعة شنون هم مغطي طبعا عندك طبقات الدورة ماتر وهنا هنا بري ماتر وهذا سابر كينويد كينويد سبيس طبعا هنا عدنا الدورة ماتر احنا ما نحاول نخلي الانستيجية خارج الدورة خارج الدورة هذي فاش راح يصير اسمها اي بي دو رال اي بي معناها خارج خارج الدورة احنا ما نحاول نخترقها هاي الحالة طبعا اكو في حالات اخرى ممكن ايضا في هذه الحالة ايضا اكو نوعين ممكن تخلي بالسب اركنويد النيدر اللي تدخلها بالسب اركنويد وتخلي البنج الموضوعي مثلا كمثال لايدو كاين تخلي داخل السب اركنويد او ممكن خارج على ابي دورة راح يسوي نفس اليفكت راح يثبت هذا النيف طيب احنا يا مستوي نختار نسوي 4 او 5 نختار ليش اها فواضح ليش لانه احنا هنا ما نريد نحاول لان ممكن نغلط ونخترق الدورة ماثر واذا خرقنا الدورة ماثر هنا وعدنا سباينال كورد بهذا المستوى احنا شراح نسوي راح نسوي ترانزكشن راح نقطع وبالتالي اها فاحنا نريد نتجنب هالشي فناخذ كسيف سايت احنا نعرف وبين اول وبين الثاني فليش نسوي بمنطقة حراج احنا ناخذ بين ثلاثة واربعة لا ما احنا هنا قلت لك انا خارج احنا نسوي احنا ما ندخلها بس قصدي انه حتى تظل بسايت ما تورط روحك فنسوي بلوك هذا خلال الفيرست ستيج اوف ليبر سكند ستيج اوف ليبر لما تبدأ الطفل راسي يبدأ يتقدم نحو السيرفكس ويدخل بالبيرت كنار نسوي شغلة اسمها بيديندال نيرف بلوك بيديندال نيرف بلوك بيديندال نيرف بلوك يعني نسوي انجكشن للانستيزيا بالبيديندال نيرف زي منو يعرفوا شون نسوي هاي الانجكشن نحرسم لكم رسمة بسيطة فكروا بيها الثواني الى نرسم هاي الرسمة هذا اليوتيروس طبعا هذا الفيجاينة هذه اليوتيروس هذه الفيجاينة هنا عدنا البيوبك وهنا عدنا طبعا هنا العظم إذا نكمله الائشيون بول هنا عدنا هنا عدنا ليجامنت المحاضرة الفايترة اكدت علي بس ما لدي احد يذكر الولاء هذا الليجامنت اسمه ساكرو سباينوس ليجامنت هذا الليجامنت شايفين هذا البيدندل نيرف يمر من يمه فبالتالي احنا حتى نسوي الى بلوك حتى نثبت البيدندل بلوك اهنا هذا ظهر ونقدر من خلال الفقرات ندخل الانستيزية عن طريق الفيجاينة ندخل نتحسس بحيث نحس هذا الليجامنت هذا الليجامنت بحيث نحس هذا الليجامنت وإذا انت ما حسس الليجامنت تدخل النيدل فاهمين وتبدأ تنطي طبعا انت هنا يم الليجامنت بس هو اكيد قريب من يمها كون الموقع اناتوميكالي قريب فبالتالي راح تسوي الى بلوك هذا خلال الثاني واضح لهنا؟ راح اشوفك اياه بصورة راح تتفهمها وضحت لا قبل قبل ما يشتغلوه مو من يدخل الطفل يطلع تسوي قبل بفترة بسيطة مو من يخرج الطفل بالتالي تتحسس ساكرو سباينس لجامنت وهذا البيديندل نير فايل صفه تشوف شو انتصارت العملية واضحة هنا؟ واضح؟ احد عنده سؤال؟ لو اكمل لا انت ما تسوي الطفل بالفيجينة لحظة انت ما تسوي الطفل لا لا انت من وصل بالفيجينة بعدها ما راح توقفها لا اذاك الوقت انت لا تسوي بس قصدي قبل فترة بسيطة واضح لنا؟ اكو احد بعد عنده استفسار سؤال؟ اسبلاع السري هذا مو ضروري هذا حسب الرغبة تسموها عن الرغبة تأتي تقدر تقدر فبالتالي ايه فبالتالي يسوون هذا البلوك هذا لازم تعرفوه بالستارترك واضح؟ شكرا شكرا